بكثير من القلق ينظر الخبراء العراقيون الاستراتيجيون والاقتصاديون لما يتم تداول به بشأن تحشيد إيران لميليشياتها في العراق ضد الولايات المتحدة ليمثل خرقا للسيادة العراقية ويدمر ما يحاول العراق استعادته من عافية واستقرار أمني وسياسي واقتصادي لا يقتصر الخطر على الفوضى الأمنية وإنما خسائر جمه ستنتج حتما عن إمكانية زعزعة إيران للساحة العراقية يعني إلى متى نبقى ساحة حرب وندفع الثمن إحنا وأولادنا وجيننا إلى متى يعني اقتصاديا بالتأكيد يعني إحنا رح نتأثر بالتأكيد رح يكون تأثير هاي الحرب يعني حرب يعني رح تكون مدمرة وربما تشمل يعني تمتد العراق في موقف لا يحسد عليه حاليا هناك جهات تحاول دفع العراق للإصطفاف مع إيران ضد المصحة العراقية وضد المصحة العربية في المنطقة وهذا الموقف موقف خطير جدا وأكثر من خطير الوضع في العراق لا يسمح بأن يكون ساحة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران العراق على كافة الصعود يواجه مشاكل كثيرة اقتصادا ضعيف إداءة الاقتصاد مالا ضعيف القوات العسكرية مالتا منهكة وبالكاد خرجت من معركة ما زالت مستمرة